في مديرية بيحان قربي محافظة شبوه اقتاحت أسراب القراد الصحراوي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وبأدوات متواضعة حاول فريق الرش القادم من محافظة عدن مكافحة هذه الأسراب التي اقتاحت مئات الاكتارات من الأراضي الزراعية في بيحان وبعض المناطق المقاور وتؤكد القهات المعنية في المحافظة أن القهود الحالية لا يمكنها القضاء النهائي على القراد في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد قراء الحرب وتتحدث أيضا أن هذا النوع من القراد بدأ يغزو مناطق أخرى في المحافظ لسيما مع هضول الأمطار ورضوبة التربة وغيرها من العوامل الأخرى التي تساعد على تكاثر بالنسبة للقراد الصحراوي أتى من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية في بيحان وقد تم إبلاغنا بذلك وتم التواصل مع الأخوة في الوزارة الزراعة عدن وقاموا مشكورين بإنترسال فريق فني إلى المحافظة وشارك فيها عد من الفنيين من المحافظة وتوجهوا إلى مدينية بيحان العليا وقاموا بمسح جميع المناطق وتمت المكافحة في حوالي 150 هكتار على الرقم من الجهود التي بدلها فريق مكافحة القراد بالتعاون مع مكتب الزراعة وبعض المنظمات إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى بعض المناطق المتضررة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تعيشها مديريات وادي بيحان أو خشية من تضرر مراعي النحل ومناطق إنتاج العسل من المواد المستخدمة في عمليات الرش نزلنا في بيحان المنطقة العليا قمنا عملية بحملة للقراد طبعاً هو كان في أطوار من الطور الثالث والرابع والخامس وحوريات طبعاً هو موجود في عسيلان في النقوب في العليا لكن نتيجة للمشاكل الموجودة في النقوب وعسيلان ألغام وإلى آخرون لم نستطع النزول إلى هذه المناطق فقد كان في العليا خسائر كبيرة تكبدها المزارعون في بيحان والمناطق التي اقتحها القراد في محافظة شبوة وبحسب الجهة المختصة فأن أقلب محاصيل هذا الموسم كالذرتي والسمسم وقيرها من محاصيل الأخرى تأثرت بشكل كبير في وقت يعاني فيه المزارعون كقيرهم المواطنين من تبعات حرب مليشيا الحوثي وصالح إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوة شكرا